قلت الجماعة اللي نقوله محضروا نفوسكم كاين هادف مراد كاين علالو مدير أمن البليدة ايه؟ بالمناسبة علالو علالو راهو في باري راهو في باري راح عندو تشلي ايام اليوم ستالي راح بالجمع خارج قلتكم هذا علالو هذا اللي راهو مدير مدير أمن ولاية البليدة اللي حطوا فريد بن الشيخ برسكو هادف كان شاد ديدو شمارات نظرناه ديدو شمارات كان شاد الشرطة القضائية بعد عينوا مدير ولاية وراوا يتحلف فيها قالوا بنصدير ونديل ونصنع له وكذا اقولوا ادير والو قالوا لي راي تحلف فيها اقولوا ما ادير والو وعلالو انا نصحك علالو تحبيت تديلي انا نصحك نصيحة اقعد في باري ما تروحش اقعد في باري ما ترجعش اطلب اللجوع في باري وهرب انا نقول لك نصيحة هادي ما يقول لش واحد حاب لك الخير انا نقول لك لانك تدخل رك رايح لله تريبيونال ميليتار تريبيونال ميليتار مكش رايح عن الحراش ولكن رايح للبليدة تلقى لكم معه السيني وكانيش طبعاً وفريد بن الشيخ والجمعة ماذا مكراك في باري روحت النهار الجمعة تفوت الويكاند باش تريح مع ولادك لانه ولاده مرته ولاده في باري يسكن في نفس الباطمون مع فريد بن الشيخ جارو حبيبه جارو سكني في نفس ابرتمو شيرين ديز ابرتمو في نفس الباطمون هو ويا وريدكم مقابلهم المحل التع التونسي المغربي يبيع حلويات مغربية اتكلمت عليها في واحد الوقت هذك هي البلاسة وين يسكن فريد بن الشيخ هو وهذا عللو هذا عللو راح يشوف في ولاده راح في باري حاليا راح في باري مزل ما دخلش اذا نقول له ادخلش تأصلا مكش نومي ركنت بارانتيرين في البليدة وما ينومي مكش مستحيل يعني ما يأكدوكش بالله راك مدير في البليدة انسى والآن مدام صاحبك تنحى ورايح للمحكمة العسكرية في البليدة انا ننصحك يعللو اهرب اقعد في باري انقذ روحك لانك تدخل الجزائر مزلش تخرج تفرط فيك ها انه باش نعطيك نصيح اه كاين اخداخل ثاني نقول له ارسلان بتاع مطار هوري بومدين للاسف شديد راك متورط وعندي ادلة راح نتكلم عليها كاين ابت القادر المدعو اسماعيل تاع استعلامات العامة ليرجي سورتي اه ضالجي امن ولاية العاصمة الاستعلامات ليرجي امن العاصمة ابت القادر المدعو اسماعيل نقول له وجه دروحك كاين قرمش نفس الشي نقول له وجه دروحك هذو كي نقول له موجه دروحك محتمي هو وجد روحك لأنك أنت عبد القادر قالي هذا من بين أخطاءه الغابي أنه كان يون كيتي ويحفر وليت قاعد أركان الجيش أو أولاده يعني بناته أولاده أولاد قيادة عسكرية أولاد مدير المخابرات الداخلية أولاد مدير المخابرات الخارجية وحتى عائلة المدير العام الأمن الوطني حالياً كان مدير شرطة الحدود بداوي علي كانوا فتحين له دوسي ويون كيتي وعليه كما يلقوا عليها اللي كان مكلب بلونكات هذي اللي يتجسس على مدير العام الأمن الوطني حالياً هذا قليز جمعته قليز هذا حط جمعته يون كيتي وعلى بداوي كي كان مدير شرطة الحدود هاو ربي جابو لكم مدير العام رو كيواني لكم الزنبعوني ما هذا قليز عنده قصة عنده عشيقة وحدة اسبانيولية عندها برموشيون في برسالة إذا طالع البرسلونة هابط روحوا وشوفوا في المطار تلقوها طالع هابط في برسلونة عنده عشيقته هذية عندها مكتب في برسلونة شريط له شقة ويجي عندها تقريباً كل سمانة عندها طالع هابط الغريب في الأمر أنه هاذ اسبانيولية داخلين معها بعض الشركاء مغاربة وتلاقيهم مع المغاربة هذوه فيهم ضباط مخابرات مغربية جمعة الحموشي يتقابلوا مع هذا عبد القادر جاليز عبد القادر جاليز هذا هي الاستعلامات المعلوماتية في حيدرا يتقابل مع ضباط مخابرات الداخلية المغربية اللي يجوا هكذاك يعني كم يقولك سبربوحي ويتلقوا معاه هنا عندها اسبانيولية ويقضيوا صورة تسريب معلومات تجسس تخابر وأمور خطيرة تعرفوني أنا ما نزكي حتى واحد ما نشيح حتى واحد ما نبالي قسام واحد هذا بداوي ما نبالي يجبيه إذا هو فاسد وما نبالي يجبيه إذا كان إمام زاوية لكن ما أقوله بناء على ما لدي من معلومات هذا بداوي علي من أنظف إطارات الشرطة هذا من موليد 1967 يعني سني لاشتاعي موش متورط في فساد وقد يعني تخرج في تسعينات ومباشرة بعد تخرجه هو وليد تيجي لابين بو مرداس مباشرة بعد تخرجه من مدرسة ضباط الشرطة وجد نفسه في محاربة الإرهاب نعم كان من العناصر الأولى اللي حاربة الإرهاب بداوي علي ما كاني بزنس ما قرأ في مدارس فرنسية الإجرام كما المجرم الخائن فريد بن الشيخ ما طلب لوجوء في فرنسا كما يدروا الخوانة والعملاء ما حاول يهر الناس اللي يخدموا معاه ونفدوا معاه لكلاش هم اللي يكلموني ونقولها باللي ضباط مخابرات وهذا بداوي علي يعتبر رابط مخابرات أكثر منه ضابط شرطة لأنه حياته كامل قفضها مع المخابرات وواحد اللي يخدم مع المخابرات واشتغل معاهم وكلام معاهم الحلو والمر ما يخونهمش موش خائن علي بداوي هدايا وليد جهاز الأمن وجهاز المخابرات والديالاس اشتغل مع كبار الجنرالات لمحاربة الإرهاب اشتغل مع المسؤولين رامنان في جهاز المخابرات على رأسهم جبرمانا مع الجنرال حسان نعم مع العقيد حسين بولحيا مع ناصر مع كل ضباط المخابرات اشتغل معاهم في محاربة الإرهاب وفي أصعب منطقة هي بومرداس لأنه وليد بومرداس لما تخرج كان يحارب الإرهاب في بومرداس اشتغل مدة طويلة في بومرداس ثم حسب ما لديه من معلومات ممكن ناقصة شوية راح لغوات اشتغل فترة في لغوات ثم رجع نفس الشيء إلى بومرداس وساهم في تفكيك الجماعات الإرهابية وفي القضاء على عدد كبير من الإرهابيين وفي فك الغاز من بينها مثلا تفجير الانتحار الإصرافي السر تعدل الدرك وأمور كثيرة ثم في 2019 كان في بومرداس ساهم بشكل كبير جدا في إنجاح الانتخابات الرئاسية وتهدئة الأوضاع في بومرداس هي منطقة ساخنة جدا منطقة إرهاب ولأنه ولد المنطقة والتجلبين كل سكان بومرداس يحبوه ويحترموه إنسان شعبي إنسان باسيط وإنسان شعبي وكذا تعرر لي مضايقات طبعا في فترات ولكن رجل ميدان بعد بومرداس كلفوه بملف عين دفلة مديرية الأمن في عين دفلة وساهم بشكل كبير وكبير جدا في إخماد نار الفتنة بعد مقتل جمال بن سماعيل رحمه الله اللي طبعا نعرف الجريمة التيعه الإصرات في منطقة القبع ساهم بشكل كبير في إخماد نار الفتنة وقدر يهدي الله أنا أذكر أنه كاين بعض الضباط اللي كانوا فازدين في عين دفلة ونتكلمت عليهم من بينهم إزيان اللي طردوه البشار وكذا هذا بداوي هو اللي فكك عصابة إزيان والمجرمين اللي كانوا في عين دفلة يتذكروا يقول لكم كانوا يديروا طرافيق إزيان للمزور وطرافيق اللي كان فيه اللي يبعثوه البشار بداوي هو اللي قضع على هذه العصابة ونظف عين دفلة نظفها مليح مليح ثم كلفه الرئيس بجاية حتى يقضي على جماعة الماك اللي قتلوا جمال بن اسماعيل لايرا وبالفعل نجح في تفكيك عصابة الماك وهو الذي قاد عملية إلقاء القبض على ذلك المجرمين وهو اللي ينظف المنطقة وقضع لها الآفة تم الترقيته طبعا إلى مدير بأمر من رئيس الجمهورية يعني فريد بن الشيخ ما يحبوش وغير منه وبمساعدة ضباط الرجال الشرفاء اللي يعرفوا قيمته اقترحوه الرئيس الجمهورية الرئيس الجمهورية هو اللي أمر بتعينه مدير مركزي لشرطة الحدود والآن رئيس الجمهورية يضع فيه الثقة ويكلفه بمدرية العامة للأمن الوطني نتمناه أنه بداوي يبقى نظيف كما عرفناه نتمناه أنه يواصل في مهامه الشريفة يرد الاعتبار للناس اللي ظلموا اللي تحقروا اللي يحقرهم هذا الخائل المجرم الفاسد هذا الجرثومة اللي ربي بنال بها فريد بن الشيخ ومن معهم المجرمين نتمنى أنه بداوي يرد الاعتبار للإطارات المهمشة والمظلومة